موسيقى هلو والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن أغرب وأبشع وأقرف مكان في لعبة Red Dead Redemption 2 وأيضا رح نتكلم عن عالم مريض جدا وشخص يعني سايكو باث بدرجة أولى لا نكثر كلام خلونا نخش في المقطع اللهبي أولا موقع هذا المكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة فان هورن طبعا البيت رح يكون شكله بهذا الشكل طبعا واضح عليه إنه أبدا أبدا ما في له ناس ساكنين جوا وأيضا واضح إنه مهجور بالكامل ولو تلاحظ أكثر رح تلاحظ إنه أغلب الأبواب ومداخل البيت مقفلة طبعا في نافذة واحدة في البيت مفتوحة وهي تقريبا في الدور الثاني من البيت وتقدر تتسلق لها من هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لما تخش من النافذة رح تحصل المفاجأة رح تحصل هذا الشي الغريب جدا صراحة ما أدري إش أسميه وماني عارف أوصفه من غرابته لكن اللي ظاهر لنا إنه خليط من عدة حيوانات مخلوط ومدموج مع إنسان واحد وكلهم مركبين على بعضهم البعض صراحة شي جدا غريب وجدا مقرف طبعا آرثر رح يسمي هذا الشي الغريب في دفتره مسخ غريب من صنع الإنسان طيب خلونا نفصل فيه أكثر وأكثر وأكثر ونشوف هو مكون من إيش فعلا طيب اللي أنا شايفه هذا المسخ مكون من جسم إنسان وأيضا لو تلاحظ رح تشوف بعض أجزاء من الدب وواضح أيضا إنه فيه راس خنزير زي ما تشوفون ولو تلاحظون أكثر رح تشوفون إنه فيه قرون فوق راس الخنزير طبعا هذا المسخ في خلفه رح تحصل أجنحة والظاهر الظاهر إنها يا أجنحة صقر أو أجنحة نسر واللي خلي الموضوع أكثر قرف وأكثر غرابة إنه كل أجزاء هذه الحيوانات مخيطة مع بعضها البعض بشكل دقيق جدا وأيضا مربوطة بالحبال بشكل محكم عشان يعني تكون أجزاء الحيوانات متماسكة مع بعضها البعض وتكون لنا هذا المسخ زي ما تشوفون طيب خلونا نبحث في الغرفة أكثر طبعا في بعض الأشياء العادية اللي تقدر تأخذها من هذه الغرفة زي مثلا مشروبات الطاقة رصاص أكل أو أحيانا تحصل أطعمة أو طعم لصيد الحيوانات وزي كذا أشياء أخرى لكن في أوراق أو ملاحظات منتشرة في الغرفة بشكل كبير جدا فتعالوا نشوف هذه الأوراق والملاحظات أول ورقة رح تكون هذه وفيها تقدر تشوف هذا السكتش أو هذا التصميم للمسخ اللي كان يبغى يصممه هذا الشخص غريب الأطوار والكلام اللي موجود في الرسالة أو الموجود في الورقة رح يكون كالتالي الثالث عشر من أغسطس المخلوق جاهز والأجزاء موجودة في الغرفة ومجهزة للعملية في أي يوم من الأيام أمنسا كيرتشورا صراحة ما أدري إش يقصد بالكلمة الأخيرة لكن الظاهر الظاهر إنها يعني نوع من السحر أو التعويذات أو الكلام الغريب اللي تعود يقوله هذا الشخص غريب الأطوار ثاني ورقة رح تكون هذه وفيها تقدر تشوف تصميم أو سكتش لقلب دب معين واللي خلي الموضوع أكثر غرابة إنه هذا الشخص يعني دقيق جدا كاتب في الرسالة إنه حجم قلب هذا الدب 22 أونصة يعني جدا جدا دقيق هذا الشخص الغريب الظاهر الظاهر إنه هذا الشخص صاد دب معين فقط عشان ياخذ قلبه ويستخدم فيه تجاربه الغريبة أو ممكن أخذ قلب هذا الدب عشان يستخدمه فيه مسخه الغريب هذا الورقة الثالثة رح تكون هذه وفيها تقدر تشوف جمجمة إنسان مركبة مع جمجمة خنزير الظاهر يعني هذا الشخص قد حاول سابقا إنه يدمج راس إنسان حقيقي مع راس حيوان الخنزير أوضح لكم أكثر يعني هذا الشخص حاول إنه ياخذ نص من راس الخنزير ويخيطوا مع النص الآخر من راس الإنسان ويدمجهم مع بعض ويصيرون راس واحد زي ما تشوفون في السكتش أو التصميم صراحة صراحة ما أدري إيش الهدف من هذا الشيء اللي سوي خويا الغريب هذا لكن الشيء اللي سويه جدا جدا غريب وغير مبرر الورقة الرابعة رح تكون هذه وفيها تقدر تشوف تصميم أو سكتش لأجنحة معينة ولما تقرأ الكلام المكتوب في الورقة رح تعرف إنها فعلا أجنحة نسر يعني هذا الشخص الغريب وغريب الأطوار استخدم أجنحة للنسر في المسخ اللي صنع يعني زي ما شفنا أول سابقا كان فيه أجنحة وقلنا ما نعرف ممكن تكون أجنحة صقر أو نسر لكن من هذه الورقة تأكدنا إنها أجنحة نسر وهذه هي كل الأوراق الموجودة في الغرفة طبعا هو بيت كبير جدا لكن الغرفة الوحيدة اللي نقدر نخشها هي هذه الغرفة وبقية الغرف رح تكون مقفلة طيب من هذه الأوراق نقدر نستنتج من إيش فعلا صنع هذا الشخص الغريب المسخ حقه ورح تكون أجنحة نسر وخنزير وإنسان ودب وأيضا قرون يعني ممكن تكون قرون ثور أو مثلا حيوان آخر لكن القرون موجودة فهذا الشخص أخذ هذه الحيوانات والإنسان وخيطها مع بعضها البعض وربطها بالحبال بشكل دقيق ومحكم عشان ينتج عندنا هذا المسخ المقرف زي ما تشوفون طبعا تقدر تطلق بالرصاص على هذا المسخ لكن ما يصير أي شيء أبدا وأيضا أنا فكرت أني أطلق على هذا الحبال اللي ماسك هذا المسخ قلت ممكن أنه يطيح أو حاجة زي كذا لكن ما في شيء صار من هذه الأشياء طبعا هذا الشخص الغريب مو فقط يعني عنده هذا المسخ أو عنده عمل واحد لا عنده عمل ثاني وشيء غريب جدا ثاني ورح يكون عبارة عن مسخ مكون من غزال وسمكة زي ما تشوفون طبعا لو تلاحظون أكثر رح تحصلون جسم الغزالة لكن داخل من خلالها سمكة يعني السمكة تكمل بقية جسم الغزالة صراحة شيء غريب جدا جدا وغير مبرر وما تقدر توصفه سايكوباث درجة أولى طيب خلونا نطرح هذا السؤال مين هو هذا الشخص المريض غريب الأطوار اللي سوي زي كذا أشياء طبعا في أحد أدراج هذه الغرفة رح تحصل هذا الكتيب الصغير جدا حلوين ركزوا معايا ركزوا معايا وهذا الكتيب ما يوزعوا أو يملكوا إلا شخص واحد فقط ألا وهو توماس داونز شوفوا كتيب توماس داونز الموجود على طاولته واللي يوزعوا ركزوا فيه ها ركزوا فيه وتعالوا نشوف الكتيب الموجود في الدرج فعلا نفس الشيء ونفس الكتيب اللي عن توماس داونز موجود في هذا الدرج شيء غريب جدا وهذا يخلينا نطرح سؤال آخر هل توماس داونز هو الشخص المريض اللي صنع هذا المسخ طبعا لحد الآن الوضع يعني 50-50 50% أيوة و50% لا لكن أنا بعطيكم دليل قوي جدا ودليل قاطع أنه فعلا هذا الشخص الغريب اللي صنع المسخ هو توماس داونز تعالوا معايا طبعا كلنا نعرف أن توماس داونز مصاب بمرض السل ولعل أشهر أنواع مرض السل هو مرض السل البقري بكل بساطة هو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وأيضا مرض السل البقري مرض معدي جدا وينتقل بأسهل الطرق خلوني أوضح لكم أكثر يصاب الشخص بمرض السل البقري عن طريق وسيلتين أول وسيلة إذا كان في احتكاك أو تلامس مباشر مع الحيوان المريض بالسل يعني مثلا عندك خنزير أو غنمة مصابة بمرض السل وجاء هذا الشخص المعين وإحتك معاها بشكل مباشر يعني مثلا لمسها أو شالها على ظهره أو حاجة زي كذا في هذه الحالة حدث تلامس بين الحيوان والإنسان بكذا رح ينتقل مرض السل من الحيوان إلى الإنسان فهمتوا كيف؟ هذه هي الحالة الأولى والطريقة الأولى الوسيلة الثانية يصاب الشخص بمرض السل البقري أحيانا تكون بشكل غير مباشر أوضح لكم أكثر يعني مثلا جاء شخص معين وصاد خنزير في له مرض السل وجايب يذبحوا أو ياخذ جلده فأكيد أكيد لما يجي ياخذ جلده أو أنه يذبحوا رح يكون الخنزير جريح وتكون في له بعض الجروح الواضحة ودمه رح يكون منتشر في المكان وجلده رح يكون ظاهر وباين للكل ومن هذه النقطة مرض السل رح ينتقل من الحيوان إلى الإنسان فهمتوا كيف؟ يعني رح تكون عندنا طريقتين يا أنه ينتقل بشكل مباشر عن طريق التلامس المباشر مع الحيوان المريض بالسل أو أنه ينتقل لما يجي الشخص ويذبح الحيوان المصاب بالسل ويعني ينتشر دمه وبكذا ينتشر مرض السل هذه هي الطريقتين لانتشار مرض السل البقري طبعا هذه المعلومات ما هي من كيسي هذه من موقع الوكيبيديا يا لهبيين بالله إيش رأيكم فيني كنا نزيل لهب ها؟ طيب تعالوا نكمل إيش كان يسوي الشخص اللي صنع هذا المسخ؟ نعم كان فعلا يذبح الحيوانات ويأخذها لغرفته يعني هذا الشخص مسوى يعني الوسيلتين مع بعض كان يذبح الحيوانات ويأخذها على ظهره عشان يطلعها على الغرفة يعني جمع الطريقتين مع بعض بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وهذا هو دليلنا القوي على أنه توماس داونز هو الشخص اللي صنع هذا المسخ يعني توماس داونز كان يصيد حيوانات ويجيبها لهذه الغرفة ويصنع أشياءه الغريبة ربما في أحد الأيام صاد حيوان بمرض السل وجابه لهذه الغرفة وقطعه وصار فيه تلامس مباشر وغير مباشر وبكذا أصيب توماس داونز بمرض السل صراحة هذا الدليل جدا جدا قوي يعني توماس داونز أصيب بمرض السل بسبب صنع هذا المسخ الغريب جدا طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم هل تحسون أنه توماس داونز فعلا صنع هذا المسخ وبسبب هذا المسخ أصيب بمرض السل أو أنه عندكم نظريات أخرى شاركونا في خانة التعليقات طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم شكرا